موسيقى صباح الخير خطاب الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أمس بعد خطاب الرئيس سعد الحريري يوم السبت الماضي شكلها محور رئيسيات صحف بيروت التي أيضاً اهتمت في صدارة عنوينها بالمجزر التي نفذها تنظيم داعش بحق 21 مصرياً قبطياً من طائفة الأقباط هذه العنوين وغيرها سأتابعها في حلقة اليوم مع النائب الأستاذ مروان حميد صباح الخير أهلا وسهلا فيك بمشهد العام بالمنطقة وتحديداً بعد أعدام المواطنين المصريين من قبل داعش نبدأ بكاريكاتور أمجد رسيم بجريدة شرق الأوسط اللي رسم من دون تعليق أياد تحرك قطع شطرنج على هيئة عناصر داعش يقفون خلف الضحايا المصريين بليبيا رح نرجع للموضوع الأقليمي بآخر أسم بس بدي أسمع منك قراءتك لهالكاريكاتور من إلى من ترمز هذه الأيادة برأيك؟ ترمز إلى كل من يريد أن يعني يشوه الإسلام ويظهر العالم العربي والإسلامي وكأنهم يعني مجموعة من الوحوش فالتة في هذه الدنيا وفتحت باب جهنم على الكون في الوقت الذي نعلم أن هذه الحركة هذه الحركة لداعش تأتي في كل مرة وكأنها تريد أن تستدعي تدخلا خارجيا على أرض العرب والمسلمين يعني في العراق في سوريا في اليمن الآن في ليبيا وكأن الحركة هي أنه تعالوا ضربونا تعالوا ضربوا المسلمين وخدوا الصالح بعزة الطالح وبالتالي ضربوا الجيش الحر أنتوا عم تضربوا داعش ضربوا القوى الحية واللي مشت بالثورة الجمهورية في ليبيا ضربوا الاتفاق اللي تم برعاية دولية في اليمن ضربوا التوازن اللي حاولوا يرجعوا ليه للعراق في العراق ونبين اليوم أنه فشل لأنه عن جديد فريق بغداد يعني طفش الوزراء السنة والنواب السنة في مجلس الشعب في شيء غريب عجيب نعم طبعا بالأمس سيد حسن نصر الله اتهم أمريكا وبريطانيا والموساد وكذا يعني أنا ما قادر حط أصبع على الجرح بس كمان ليش ما حط إيران فيها لأنه بالنتيجة المنتفع الأول والأخير في سوريا بشار في العراق المالكي في اليمن الحوثي في شيء غريب عجيب صاير وأصلا لما برجع بشوف كيف بدأ الداعش يعني تدخل حزب الله في سوريا بدأ قبل داعش بدأ ضد الجيش الحر في القصير بدأ ضد الجيش الحر في غوط الدمشق الظلم اللحق بسنة والأكراد يعني بالطائفة وبالإثنية الأخرى في العراق أكان في داعش داعش نتيجة ونتاج كل ذلك طبعا ما حدا نعم بحط ملح وبهار على الموضوع فالسؤال الكبير من قرر أن يشوه نهائيا المسلمين وخصوصا المسلمين السنة لأنه يبدو وكأنه بدنا نطهر ونبين أنه حركة ولي الفقيه هي حركة طاهرة موحدة للمسلمين لا تدعو إلى تصدير الثورة واشتياح العالم العربي من قبل الفرس يعني في شيء من الكذب عم بجربي عم في العالم العربي ويعطي صورة له في الخارج وأظن الخطاب بالأمس يندرج في هذه الحملة بيقول الرئيس الحريري وجريد المستقبل بالموانشات الحريري تطرفوا للاعتدال لأنها مرحلة لا تقبل رمدية التوجهات بين أسود الإرهاب وأبيض الاعتدال ولا ضبابية الخيارات بين حماية لبنان وتشريع أبوابه أمام عواصف المنطقة مبارح سيد نصر الله رد على هالنقطة تحديد أنا بتصور حكيه هيدا التصريح التاني لدولة الرئيس الحريري هو في المستقبل يعني يحكي لكادراته ولا نوابه وكأنه تقريبا حكي بنفس الوقت اللي عم بيحكي فيه سيد حسن سيد حسن نصر الله نعم الأول يدعو الأول يعني الرئيس الحريري يدعو إلى التطرف للاعتدال نعم والآخر يدعو إلى التطرف للتطرف هيد المفارقة واحد عم بيقلك خلينا نعتدل نمشي الأمور بين بعضنا نعم ونحمي لبنان والتاني عم بيقلك لا أنا بدي شنجلك وفوتك معي على كل الحروب اللي فتحتها لحساب أخرين في المنطقة لأنه بيعتبر حماية لبنان من هذا الباب يعني يمكن المشكلة ما في قراءة موحدة لكيفية حماية هذا الباب أولاً بديوا يحمي لبنان بديوا يحمي لبنان ما بيؤتر رفيق الحريري نحن عم ننسى نعم أنه نحن اليوم في حضرة الذكرى العاشرة لاغتيار رفيق الحريري طبعاً أحداث لبنان سريعة وأحداث المنطقة لدرجة أنه بتاكل كل شي بس ما في شيء أكل لعشر سنين من تداعية اغتيار رفيق الحريري اللي بعدني بأكد كان الجولة الأولى الضربة الأولى الموجهة لما يسمى الممانعة إلى الاعتدال العربي وهذه الضربات مستمرة الرئيس الحريري يستوعبها بيردها بالتي هي أحسن بالهدوء بالدعوة إلى عدم الوقوع في الفخ والآخر يدعوك أنه تفضل بعتلي معك قوة على السورية وعلى العراق وعلى البحرين وعلى اليمن مش مستح منهم بالقراءات اليوم مع الوزير صار فيه مثل فصل بين الشقين الخارجي والداخلي لكلام الأمين العام لحزب الله بتشوف يعني بما يتعلق بالداخل رد التحية بالمثل على الرئيس الحريري استذكر الرئيس الشهيد كمان نحكي عن الحوار نحكي عن إيجابية بهذا الحوار إذا بدنا نفصلهم عن بعضهم بتشوف أنه مقصود يعني مثل دربة على الحفر ودربة على المسمار بهذا المعام هموا بدوا يفصلون عن بعضهم الأمين العام طبعا بدوا يفصلون عن بعضهم بدوا يفصلون عن بعضهم تقول أنتوا كوشوا داخليا كوشوا ما تحكوشي ما تتعرضولي ما تنتقدوني ما تعترأي نعم وأنا بيأخذ قرار الحرب والسلم والاستثمار والاقتصاد والاجتماع والتربية والثقافة التي يجب أن تسود في هذا البلد أما إذا بدكن ما تعدوا عقلين لا تعووا شيطنوا معي بالمنطقة تعووا هجموا معي على مين عم بيضا ينهجم على الشعب السوري مين على الجزء الأكبر من الشعب العراقي على الأكثرية الساحقة في اليمن على الاعتدال وهذه الإمارة الصغيرة اللي بتحضد لبنانيين اللي اسمها البحرين نعم في منطق يعني عال نحن مع ذلك مع ذلك الرئيس الحريري وقال لسيد حسن أنه حطينا سقف نعم للحوار الداخلي ما حدا عم بتتجاوز هذا السقف شكلنا حكومة جيد مش جيد أداءة بس جيد وجودة لأنه لم يكونوا آنة بالفرع وهيدي نقاط تلاقي فعليا يعني هذا الموضوع ما فينا نطلع منه نقول له لا تمام باك والله كتر خيرك تمام باك صبر كتير تمام سلام صبر أكتر من نلزوم بس مطلوب منه يصبر بعد مطلوب منه يصبر بعد بجريدة النهار كلام عن سقف وضعته كلمة الرئيس الحريري وأيضا كلمة سيد نصر الله وبيقول قياد بارس بتيار المستقبل لو جاءت كلمة الرئيس الحريري من غير أن يكون هناك حوار قائم لكان السقف أعلى وأيضا لجأت كلمة سيد نصر الله أعلى سقفا طيب ببعدها الداخل كلمة السيد نصر الله كيف ممكن التحقل جاي من رولا التحقل جاي من طرف واحد طيب بس بدي أسألك عن البعد طلع من من لهي وأعلن الحكوم نعم طلع من بذكرى بايو نبارح ومد اليد طلع بموضوع الحوار بعد ما زاد من إغال نفسه حزب الله في في يد وطلب الحوار لأنه بهمنا أنه نبقي لبنان حي إلى أن يكون هذا الجنون قد تراجع في المنطقة نعم ولكن أشرت معاليك لإيجابية يمكن مقصودة بالنسبة للبعد الداخل لأنه أنتوا هتموا بالشؤون الداخلية هل إيجابية على أد ما هي ما ممكن البناء عليها لتحقيق اختراقات بالمواضيع العالقة داخليا سيما الاستحقار آسي يعني أنا بتمنى أنه أنه تلاقي اختراقات أكتر من قصة رصيف البور وقصة النيفيات وقضية الكازينو وقضية الكازينو نعم وبعد ما لقينا حلول لقضايا أهم بكتير استراتيجيا بالنسبة لاقتصاد لبنان مثل موضوع الاتصالات مثل موضوع الكهرباء مثل موضوع المياه مثل موضوع البيئة والكسرات وغيره يعني نحن بعدنا عم نكتفي بالحد الأدنى من الحد الأدنى وعم نقول كتير خير الله خلوا هالبلد بمنأة من الدمار ومن الده بس أنا سعقن بارح أنا فتكرت بينهيها بكلم يعني بداية الخطاب كان خطاب هيك أنيس وجيد وكذا فجئت بأنه بالآخر بيقلنا تعوا قاتلوا معي نعم هو من قبل تعوا نتقاتل هوني نعم من سنة سنة من نص قال خلص بلا ما نتقاتل هون نتقاتل هوني نعم يا أخي ما بدنا نتقاتل نحن وياك هيدا الجواب اللي الرئيس الحريري عم بيقول له يا عبكرة بدهره عشي نحنا ما بدنا نتقاتل بدنا نحمي شبابك نعم نحنا منتقاتل نحنا وياك سوا ضد الغير إذا اعتدت إسرائيل على حدودنا هذا هو الموضوع الوحيد بس إنه نحنا نروح نغوص بمغامرات نيع غير آبهين بما يجري في البلد بلد بالأرض نعم بلد بالأرض بلد بلا رئيس تعوا نتفق على رئيس بعدين بيقول لا فيتويات طيب لا فيتويات ولا ابتزاز كمان يا فلان يا ما في حدا طيب البلد في مليون ونص مروني مؤظم المثقفين هو لم يكن لذلك هو قال ما يتفق عليه المسيحيون يعني ومثل ما قال الرئيس الحريري كمان ومثل ما قال الرئيس بري كمان حكي عن كلمة البتويات بينما الرئيس الحريري حكي عن قصة العناد السياسي يعني العناد السياسي معناته أنه بلعنات خلينا نتفاهم أحدا وكل رسائل الداخل والخارج تدعو إلى التفاهم على أحد من الكنيسة إلى كل البرجعيات الروحية من الأحزاب في شخص واحد عم بيقول أنا أو لا أحد هالشخص كان مثل بالطول وبالعارض بمهرجان لبيال معالي الوزير والبعض قرأ بتمثيله رسالة مباشرة من المستقبل لحلفاء المسيحيين أول شيء كيف كيف مستقبل دعا الجميع نسبة التلبية أولا القوات اللبنانية لبت نعم أكيد بس أول مرة حتى الكتائب اللي أخذوا عليها أنه ما كان رئيسة رئيسة بيب كفية نعم معه ديسك مانعينه الأطبة يتنقل أنه غير يكون ملقح يعني بيمروا الناس بأزمات من هذا النوع فـ 14 أذار كانت كلها هون كلها كلها كانت هذا مش غريب بأي حال بس الغريب أنه الطيار الوطني الحر كان حاضر بهذا الشكل الطيار الوطني الحر يعول كثيرا على أمرين نعم الأمر الأول أنه حوار المستقبل حزب الله قد يؤدي إلى خيار العماد عون كرئيس للجمهور وحوار القوات والتيار نعم قد يؤدي إلى تسامح التيار وتسليم البلاد إلى العماد عون لصة من نقصة تسليم البلاد إلى الشخص مع احترامي للعماد عون إلى خيار أساسي من يغطي تدخل حزب الله في سوريا وفي العراق وفي البحرين وفي اليمن من يغطيه منذ سبع ستمان سنوات في كل تدخلاته الداخلية العنيفة منها والتسلولية منها ما بيقدر يسلم البلاد جمعة لشخص ما بتعرفه في كلمة بيقلوها بالفرنساوي بيقلوها بالانجليزي ما فيك تتوقعي نعم شو البرنامج اللي بيعتمده العماد عون نعم بس فيها وجان هايدي الكلمة يعني ممكن يجع العماد عون لصفوف 14 أبداً طيب راي على المجلس نازل إلعب رولات أو نازل انتخب رئيس جمهورية واذا ما اجد ما اجد الرقم ومزاج ومكان على مزاج سلامة البلد بخلي البلد يروح للإفلاس طيب عم نحكي عن ما عم نلعب رولات ولا رولات تروسية هايدي اللي بحط فيها رصاصة وحدة بست رصاصات ومنجرر نح نرجع للموضوع الاستحق بس عم نحكي عن الحضور لفت غياب بالنائب وليد جمبلات مبارح نعطى كتير تبريرات بين مؤاطعة بين اعتراض على عدم دعوة حزب الله رجع عشيه صار في بيان توضيحه انه النائب الاستاذ انري حلو مثل وليد باك بس هاي بيان ما انا عني كما لم يقنع كثيرين بس لا لا تقلك بالامس صباحا طلعت صحيفة السفير وعنوانة عنوان فرعي مقاطعة جمبلات والنص كان لا ابدا لا يؤكد العنوان وهيدي طريقة صحفية يعني انا ما بعتبرها مألوفة لازم تكون عند الاستاذ طلال اللي هو كبيرنا بالصحافة ومعلمنا وليد جمبلات انا كنت حاضر قبل بنهار اوه ما كان عارف ان الشيخ سعد جاي وما حدا العارف ان الشيخ سعد فعندو برنامج مصالحة مع مطران الشوف وصلن شهرين ساعة بيعزموا ساعة ما بيعزموا ساعة هداك بيعتزر ساعة وليد بيعتزر رح يصطفي في ازمة بها الموضوع تانيا من اول يوم قال انا حتى ما بين انه انا كمان لقاء ديمقراطي عابر للطواف انا بخلي هانري هو بحب يظهر هانري وبيعرف انه مروان وفؤاد السعد وانطوان سعد رح يكونوا حاضرين في توجيه او ما في توجيه من لقاء من جبهة هاو دي موجودين هاو دي بيجوه 14 اذار اعضاء في اللقاء الديمقراطي فقال له لهانري بتمثلني ونزل نزلنا كلنا معه اصر نكون كلنا معه لوضع الزهرة على ضريح الرئيس الشهيد فانا اذا بتخديه لنظري انه انا كنت حبيتي يكون هو او تيمور او حتى الوزير وقلبه لا لا الوزراء او حتى يعني هوني كمان صار في عليهم مع احترامي للوزراء مع احترامي للوزراء ما كان في حدا منهم حاضر انا درزي وانا حاضر نعم حاضر التكبير مثل ما قلت من صلب قوة 14 وممثل الشيخ العقل درزي طبعا نعم وكان حاضر ما قصت درزي فحدا ندخل الدرز انا كنت حبيتي يكون وليد باك او تيمور سيدنا موضوع ما بتدخل فيه ارتقى هونري انا بحترم هونري هونري مرشحنا للرئاسي فهونري بالترتيب مش عم بقوله البروتوكولي انه هيدا وزير هونري نايب بالترتيب اذا بنا نقول السياسي الحالي نعم هونري هو الاهم في هذه الكتلة بعد الفاصل احنتابع حديثنا وانا بعد ما اتنعت ما اتنعت لا انا دايما كانوا بيتهموني انه انا بدافع دايما دفاع جيد عن قضايا فاشلي يعني كمان معاليك مش كثير بالتاني لا 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 انا عم باعرف انه ما ما في شي يعني حتى اخدت الرياكشن تبع الشيخ سعد قال قال لي وليد وليد يا اخي طيب وليد معنا معنا انا بقلبنا بعد الفاصل نكمل حديثنا معك مع الوزير مروان حمادي لحظات ونعود نعود لمتابعة هذا الحديث مع معالي الوزير الاستاذ مروان حمادي بشكل متعلق بكيفية وضع استراتيجية وطني لمكافحة الارهاب جريدة الديال اليوم ابرزت كلام نصر الله عن ان هذا الامر يحتاج الى قرار ودع للتنسيق بين الجيش اللبناني والجيش السوري لمواجهة الارهابيين اول شي شو بيقصد عن ما يقول يحتاج الى قرار قرار بالتنسيق يعني التناقضات كتير في كل هذا الكلام نعم وفي مواقفنا كحكومة وغيره في مؤتمر طويل عريض بامريكا بكرة او اليوم بيبلش وبكرة بدو يحكي فيه اوباما عن تحالف دولة لمحاربة الارهاب نعم لبنان مش راية لبنان معطي بحجة انه في اسرائيل بالوقت اللبنان راعة منيخ في اسرائيل نعم ف يعني هذا الميزان ما بدو يرسب بمكان ما بعدين محاربة الارهاب بنظرنا هو محاربة كل اشكال الارهاب كل اشكال الارهاب ارهاب الشعب السوري نعم في دولة ارهابية نعم ستمثل ستمثل في يومنا الايام امام محكمة محكمة الجنايات الدولية اللي هو بشار الاسد وعائلته نعم فنحنا مع محاربة الارهاب اللي عم بتمارس بارضنا وباراضي اشقائنا واللي عم بتمارس بكوبنهاجن وبباريز وبغيرها من المناطق بس انا بنسى اللي كان من سنة وسنتين وثلاثة عم بيمارس نفس الارهاب على اكبر كمان بباريز وبكوبنهاجن وبفرنا وبوينوس ايرس وبغير غير مناطق ولي كان عم بشوه سورة اللبنانيين تحديدا لانه استعملوا اللبنانيين في هذه العمليات فمحاربة الارهاب هي كل محاربة ارهاب الدول اسرائيل تمارس ارهاب الدولي نعم هي سوريا الاسد تمارس ارهاب الدولي المالكي كان يمارس ارهاب الدولي اليوم عم بقرأ عم بقرأ خبر هي وبحطه هذا برسم السيد حسن المتعلق بي متعلق بمنع محمد خاتمي من الظهور الاعلامي في ايران بتاتا محمد خاتمي هو رمز الاعتدال نعم طيب لما ابتدعي انت الناس انه نتطرف للاعتدال نعم وبيجي غيره بيتطرف ضد الاعتدال ضد الاعتدال ومع التطرف في شي ما بيلتقه المي والنار ما بيلتقه وانا بعدني عم بيلك عم نجرب نهدي الوضع نمشي لبنان نحوط الهجوم على النائب النفس هادي حكومة حسن نصر الله ونجيب مئات عملوا النائب النفس مش سعد الحريري عمل النائب النفس نعم فمن جهة بتقولي بالنائب النفس انا ذاك وعم بيحضر كين تدخلوا بسوريا وهلأ عم بيضروا بالنائب النفس لانه بدوا يتدخل باكثر نعم ولكن ينطلق من اعتبار يعني نظرة المجتمع الدولي لهذا الموضوع وما عبر عنه دمستورة عن ما تحدث عن استعداد لتوصل ربما لشكل من اشكال التسوية بين النظام السوري والمعارضة السورية وكأنه بالمستقبل ما في حال بدون هذا النظام رجع صوبها دمستورة دمستورة فنكون كتير دقيقين نعم هو بده يجرب بنبارح انه يخلط داعش بالنصرة اذا لا حفظت نعم انه نصرة لا تقل انه ما في لن ندعم النصرة لا تقل ارهابا ليش لانه اولا نصرة هي التي تحاصر هي وجيش الاسلام والجيش الحر هي التي تحاصر دمشق وليس داعش داعش نعم داعش كل شي عمله انه شوه صورة الثورة السورية وحاول يشوها نعم في عملياته وين على بعد خمسمائة كيلومتر من دمشق يعني في الجزيرة وفي القمشلي وفي كوباني وفي كذا عين العرب وإلى آخره وببعض محيط حلب بينما النصرة منصهرة مع بقية يعني التشكيل التشكيل المعاد المعاد للنظام في سوريا فيها فيها مسلمين فيها اسلام سياسي وفيها ليبراليين فيها كل التشكيل إجت داعش بدأ تشوه كلها التشكيل خدمة خدمة للنظام نعم ولكن موارسات جبهة النصرة بمحلات معينة كانت أقل من موارسات داعش ما في نسبي ما في نسبي وانا لا بس عملك مثلا يعني نحنا الجيش اللبناني العناصر المخطوفين مش في قصم منهم مع جبهة النصرة في قصم منهم مع جبهة النصرة وفي وفي مفاوضات ماشي مع جبهة النصرة وسمعنا كلام تفاؤلي من العائلات نفسها اللي راحوا زاروا كمان أقرباءهم هاي دي ان شاء الله بتنتهي قصة المقايضة وما تنسي قداش صار في تخريب على المقايضة تخريب على المقايضة وكأنه كان في تمني انه النصرة وداعش يقتلوا جنودنا البواسل حتى تصفي القصة مثل قصة هالي 21 مسكين المظلومين أنا بهالكلمة بتتفق مع السيد حسن من إخواننا المصريين الأقباط اللي قتلوا مجانا مجانا هاي دي فيه وراها مثل الكاريكاتور اللي شفناها أياد فيه أيادة وراها ليش بدي نقع 21 قبطي نعم إذا قصت خلاف مع مصر طيب تحركت مصر بعد هذه تحركت مصر بس كل هذا التحرك لوضع مصر مقابل جزء من ليبيا ليبيا بين بعضهم مختلفين نعم محاولة إدخال الغرب بعملية الإيطاليين بحسوا حالهم اقراب من ليبيا وهن اللي استعمروها يعني ما لازم ننسى ميالين للتدخل بقية أوروبا لا ففيه معمعة طويلة عريضة يستفيد منها الإرهاب الحقيقي مستندا إلى الإرهاب الظاهري الهوليوودي اللي سمات سيد حسن الهوليوودي مظبوط هوليوودي لأنه إذا بدي عد كم واحد قاتل داعش وبدي عد كم واحد ما برد داعش لأنه داعش شيء شيء بيقرف بس كم واحد قاتل بشار الأسد ومعه حسن نصر الله ومعه سليماني ومعه نهلبوتة كلها الفرق بمئات مئات الألوف مئات مئات الألوف أعود للدخل شيئة في اليوم الأستاذ علي بيكتب بالنهار عن الحوار ضرورة ولكن الاستسلام ممنوع بيقول المواجهة السياسية مع مشروع حزب الله يجب أن تستمر إلى أن يعودوا إلى الدولة بنزع سلاحهم غير الشرعي والتحول لمشروع سياسي لبناني يخضع للدستور والقانون والتوازنات الدقيقة هل الوصول لهذه الحالة ينتظر تغير موازين أقليمية أو حلول أقليمية أول شيء علي قرأ جيدا قرأ جيدا خطاب الرئيس الحريري نعم في شك لأنه في بالخطاب الخطاب من أجل الدولة الخطاب من أجل السلام من أجل الاعتدال من أجل حماية لبنان والخطاب ضد كل ما يؤدي إلى عكس ذلك بدون ما يقول أنا رايح حاربه للسيد حسن نعم بس يعني المنطق أنه لا تعال حارب معي يعني هو عكس كل هذا الكلام الهادي نطرين تسوية أقليمية مع للوزير نطرين توقيع الاتفاق بين إيران والوئات المتحدة إذا بحب السيد حسن اللي يدعي أنه لا إيران إلا علاقة ولأمريكا إلا علاقة وللسعودية لازم ندخلها ولا مصر ولا تركيا ولا قطر ولا كذا نحن مستعدين نصدقوا باش نعم فضل نقعد على الطاولة ونتفع على رئيس توافقي حكومة اتحاد وطني كان عاملة يعني مشي فيها سعد الحريري هو طالع من محاكمة قتل فما في عندك مشكلة في جانبنا المشكلة أنه مش نحن رابطينا بالأزمة الإقليمية هو عم بقول أنا بدي كون بين الكبار شو بدك تكون بين الكبار يعني بدك تفوت بكل حروب العالم تيكون إلك أول فيها يعني بكاشمير بدك تتدخل نعم ولكن لعله حزب الله عم براهن أنه إذا صار في تسوية أمريكية إيرانية بينعطى هو النفوذ السياسي الأكبر بلبنان يعني مقابل الورق اللي بدك تقدمها إيران تربح وراء تانية بالسياسة هذا رهان وطني هذا رهان غير وطني رهان واقعي هذا رهان أنه مثل ما أمريكا سلمت لبنان لسوريا فترة لأنه إجا صدام خربت اللعبة الإقليمية اليوم إيران خربت اللعبة الإقليمية منسلمها لبنان لا نحن بلبنان لا مستعدين نرجع للتجربة تجربة النظام السوري بلبنان اللي ماشيناها فترة كرمال اتفاق الطائف وهذا نؤكد عليه ولما خرجت سوريا وخرج حزب الله عن اتفاق الطائف اختلفنا معهم كلنا اختلفنا معهم بالألفين كلنا اختلفنا من وليد جنبلات لسعد لرفيق الحريري رحمه الله يعني بتشوف اليوم أنه تعدينا مرحلة الحديث عن مؤتمر تأسيسي أم بعدها هيك تلوح بالأفق يعني عند من يفكر بها التأسيس هو ميثاق 43 والعيش المشترك والتأسيس الدستوري هو اتفاق الطائف والمناصف وحتى يتموا اتنين بدا نحترم التزامنا اتجاه المسيحيين وننتخب رئيس للجمهورية عزة صافي اليوم بجريدة الحياة بيقول أنه هي أزمة وطن وشعب وليست أزمة زعيم أو طامح للرئاسة ومع هذا الوضع الخطير سيكون تعديل الدستور لإعادة انتخاب العماد ميشيل سليمان مكرمة وطنية إنه الحل الذي قد يردي الجميع مع إعادة التأكيد على إعلان بعضها توافقوا هلا ياريت بس أنا بلك من ألا مطروح هلا احتمال سيا ما هو أنه شفنا شكل من أشكال المصالحة بين رئيس سليمان وحزب الله هذا إذا حزب الله بيقبل بتصور أنه ما بيكون فيه تردد عن حدا أنه نرجع إلى سياسة التعقل إلى سياسة توحيد الصف حول إعلان بعبدة نعم وإلى سياسة النائب النفس لأنه هذه السياسة شو إلى ماذا انتهى وكان لازم نمدد له وما نقع بالفراغ لو مددنا للرئيس سليمان كنا شكلنا حكومة ونحن لما إجت هذه الحكومة إجت حكومة للعبور في الاستحقاق الدستوري ما إجت أنه مرة تقعد خمس سنين وما تحكم لأنه كمان هيدا اللبناني عم بحط من جيبته من عرقه من دمه كل يوم الحكومة هي حكومة عبور نعم يجب أن نصل إلى رئيس جمهورية إذا ما بنقدر نرجع الساعة عقرب الساعة إلى الوراء عقرب الساعة إلى الوراء ونمشي بالمسار الطبيعي اللي بيأدي إلى انتخابات نيابية وبيقلك بصراحة وحسب القانون النافذ حاجة نفتش على أمور وين صرته بالتفتيش عن قانون؟ لا لا يضل القانون النافذ بعضه 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 قانون الستين اللي اعتمد بالدوحة بعده أفضل قانون قبل أن نتفق فعلا على مجلس نيابي غير طائفي ومجلس شوق لأنه السيد عزة الصافي بيقول اقتراح يعني عودة الرئيس ميشيل سليمان هو الحل الوحيد الذي يلوح في الأفق لأنه ما في موادر لأي حل آخر لا لأنه في عينات سياسي كما وصفه الرئيس الحريري يعني عينات سياسي من قبل العمال أنا اجتمعت بكل المفادين الأجوراح وكذا هذا ما فيه العقبة الأساسية هلأ فيه ناس بيحطوا العقبة بالخلاف الإيراني الأمريكي طيب إذا أنا بدي انتزع بدي انتزع ملف لبنان ورئيسته من هذا من هذا الخلاف ورجعوا لهون عم بصطدم بعينات هنتفق على شخص هوني علامة استفهام إنه بـ 88-89 كان نفس الشخص إذا بدنا نقول بخلفية الفراغي اللي صار قبل انتخاب رئيس ليمان نفس الشي وهلأ نفس الشي هذا الأمر ما بيأكد بمكان ما إنه فيه مشكلة حقيقية بلى فيه مشكلة إنه يمكن أبعد من إنه شخص العماد عون بحد ذاته هل قد رجل واحد قادر إنه بكل مرة يتعطل استحقاء رئاسي يعني فيه مشكلة بهذا الموضوع شوف اللي معطل هو تمسك حزب الله بشخص واحد رافدا البحث بمرشح توافق العماد عونت بالدوحة قبل يكون متل ما سمى حاله كينج مايكر طب بـ 88 وين كان حزب الله ما كان في حزب الله كمين ما صار في انتخاب رئيس بـ 88-89 89 صار اتفاق الطائف نعم برعاية سعودية سورية جزائرية مغربية أمريكية روسية ومجلس أمن نعم مين انتخب؟ انتخب روني معوض شو صار بـ روني معوض؟ اغتيل اغتيل مين اغتالوا؟ هل في تحقيق؟ اغتالوا اللي أظهروا إنه ماشيين فيه نعم وهلهم ما جروا؟ جرت على غيره من الزعمات منها المفتي حسن خالد لأنه كان حامل الاعتدال الإسلامي يعني الاعتدال منذ ذلك الوقت واعبي الاعتدال مستهدف مستهدف في كل الاعتدال والاستقلالي واستقلالية القرار كمان جنبلاط قتل استقلالية قراره بشير جميل مختلفين كنا معه قتل استقلالية قراره رونيم عوض قتل استقلالية قراره وكل اللي طبعه مجرد ما واحد أخذ شوية هامش تيقول يا خي نصيحتي هك وانا ما رح أفرض عليك اقتلوه المحكمة الدولية رح تحط حد لهالجريم السياسي برأيك؟ رح تسمي من اقترفها رح تسمي بس رح كولها مفعول يعني ستخيف من يفكر باعتمادها بالتوازنات الحالية وبهذا الموقف انه ما بعترف فيها وما بجي بسيرتها وما ببعت حدا وما هدا طبعا المفعول العملي صعب بس المفعول السياسي والمعنوي سيكون مدويا لانه ما له سنة اقتيل دكتور محمد شطح كانت المحكمة بدأت شوفي محاكمة قتلت الرئيس الحريري هي محاكمة قتلت الجميع فينا نقول محاكمة محاكمة الاغتيال السياسي الجريم السياسي الجريم السياسي فينا نتعاطى مع بعضنا بغير التفجير والاغتيال بالرصاص حدا بياغتياله محمد شطح يعني انا بسأل بقول والله هيدا مع فلان اختلفوا اكتر مع اني يعني بستهجن اذا كان الهدف اغتيال الاعتدال بصير طبعا ثبتت انه الاغتيال هو اغتيال الاعتدال لانه بدأت برفيق الحريري هل حقب الأقيرة وانتهت بمحمد شطح وما منعرف اذا انتهت يا رولا بعدك بتخاف من انه يقول انا ما بخاف ما بخاف ما بت لا استمع من يقول انه التوافق السياسي بيعمل غطأ امنه انه هلأ يبدو انه الى حد ما فيه توافق بالسياسي شو معناته معناته اذا ما استسلمتيلون بيقتلوا مضبوط نا معناته انه من يريد ان يقتل كنا عم نفحس هديك الليلة مع اصدقاء منهم نسميتيهم اليوم من هزعماء السياسي ايمتا مش القتل مش القتل ليمنع المحكمة عم بحكي غير اغتيال رفيق الحريري وقت شهيد جبرانت ويني مش القتل ليمنع المحكمة رجع مش القتل بعد المحكمة انه جبته محكمة يخده قتله وليد عيده مش القتل ليمنع تأمين الخمسين زيد واحد في انتخاب رئيس الجمهورية اخده احد النواب طلع صدفي صدفي يعني نواب نايم محترم كتائبي بس ينتمي للقاء الديمقراطي بنكون هددنا التكتلين ففعلا فعلا الاغتيال يرافق صار جزء من الممارسة السياسية لهذا الفريق الفريق الممانع الممتد من طهران الى الضحية الجنوبية نفس رئيس تمام سلام قداش بعد ممكن يكون طويل والأزمة الحكومية منتبعة بالقسم الثالث والأخير بعد التوقف مع هذا الفاصل هناك مأزق حكومي جدي حتى لو كانت ثمت أكثرية وزارية تؤيد اعتماد آلية عمل جديدة باعتبار أن هناك حاجة إلى إجماع بهذا المجال هيدا كلام أوصات مصادر وزرية اليوم لجريدة النهار وبتقول أي آلية بحاجة إلى إجماع أيضا وهو أمر متعذر حاليا هل إخذ الأمور بعد مسيحي مسلم في هذا الإطار؟ لا لا بس نحن علقنا بهذه الدوامة يعني اعتمدنا الإجماع لاتخاذ القرارات الحكومية وبالتالي بدنا إجماع تنعدل نعم من يقف ضد هذا الأمر اليوم؟ غير تيار المردة تيار المردة واقف لأنه كمان لأنه منه مطمئن مية بالمية حتى لحلفاء نعم يعني هنا التمايز بينه وبين تيار الوطني الخر منه مطمئن بيصير في صفقات بين الكتل الكبيرة نعم أنا بروح فرق عملي تيار المردة هيك الكتيب هيك الكتيب هيك نعم يعني هم بتتفوا تقطعهم الاشتراكي مسهل كل شي يعني بهالموضوع وهده ميل لأنه حافظ حقه بكل شي حافظ حقه يعني بالنتيجة في بزيل عاملين حقوق طواقف هو الممثل الوحيد للطايف الدرزي شو بيطلع له وأكتر لأنه عنده وزراء نشيطين عم بيشتغلوا الكتلة الكبيرة 3-4 اللي بيناتها عم بيصير فيه صرعات هي مستقبل تيار وطني حر حزب الله حزب الله وأمل نعم هلأ المستقلين كمان خايفين يروحوا فرق عملي يعني إذا صار فيه خلاف بين جبران باسيل وبطرس حرب على موضوع أساسي نظرة أساسية لمعالجة ملف الاتصالات إذا المستقبل ما وقف مع بطرس مستقبل والكتائب قوات ما في قوات بالحكومة بيصف بطرس الذي هو يعني رمز من رموز 14 معزول نعم لذلك بطرس بيقولك أنا بحافظ على حقه مع أنه هو عم بينفل سياسي هي في وجهة نظر رئيس الحريري الأب رحمه الله فاليوم بهالمعمعة أنا بقول رح يرجعوا يلاقوا صيغة طريقة ولكن لن تكون الصيغة بعيدة عن العودة إلى الإجماع يعني يظلوا يسججوا على الإجماع حتى ما تفرط الحكم لأنه هلأ ما في جلسة لمجلس الوزراء كما يبدو حتى ما في دعوة إلا إذا اتفقوا على آلية إذا هذه الآلية تفقوا أنه منرجع للإجمال أي آلية ترمح الأقرب للاتفاق يعني اليوم عم ينحكى عن تصويت تسعة توزراء عم ينحكى عن أكترية تلتان زائد واحد إذا فاتوا بهذه الاعتبارات اللي كلها ما إلا علاقة بالدستور نعم فيه بدنا نلاقي طريقة وحدة اللي هي نعتبر فيها أنه هذه الحكومة استثنائية هذه الحكومة لا تحل محل رئيس الجمهورية هذه الحكومة يجب أن تعمل لانتخاب رئيس وبهالوقت ما تجد خربة اللعبة الدستورية وتنشئ نوع من الممارسات الدستورية التي هي مخالفة تحديدا للدستور وبتصور أنه الرئيس السلام حريص أنه ما يعمل هالشلطات وما يخلي وزراءه يشوتوا بهالطريق يعني خارج الملعب فمن هالناحية يبقى صمام الأمان هو تمام فعلا أنا بحكي بهالراحة لكن قال بالأمس أتعذب رئيس تمام سلام يعني قدش نفسه ممكن يكون طويل بهذا نحن عذبنا شوي كمان أنا بدي يعبس أكتر طبعا هو محل محل رئيس الجمهورية عذب جمهورية موقع أساسي يقوله صلاحياته أليلة بس بالنتيجة صلاحياته غير الأكتوب فاعل تمام باك رئيس الوزارة محل مجلس الوزراء بحل بس بمجلس الوزراء في مكان مميز لرئيس الحكومة الذي هو وفق الدستور يمثل الحكومة نعم ويتحدث باسمها ويتكلم باسمها هذا الفارق الصغير بين الوزير والأربعة وعشرين ورئيس الوزارة لازم يسبته أكتر تمام بقول لنقول نصيف أنه في فكرة عم تنترح الفصل بين مجلس الوزراء ملتئما لإقرار مشاريع قوانين أو قرارات وبين مجلس الوزراء ملتئما كرئيس للجمهورية لتوقيع القرارات ومشاريع القوانين وما ثم إصداره بمرسيم نرجع على نفس القصة لأنه إذا أي قرار القرار اللي بده مرسوم يعني إذا بدك تحيلي قانون إذا بدك تعملي تعيينات إذا قرارات مجلس وزراء توجيهات عامة مثل التوصي بمجلس النوار ما بتعطي مفعول ما بتتنفس لا الوزراء بنفسه لبعضهم ولا المحافظين بيصيروا نفسه للوزراء المختلفين أو لوزير الدخلية وكل ما نزلت بالإدارة لتحت كل ما بتتعرقل بدك يكون في قرار مجلس وزراء بده يطلع بالمحضر قرار أمين عام مجلس وزراء يصدر هذا القرار وإذا هذا القرار بده ترجمه بمرسوم صادر عن مجلس وزراء وما ننسى في مرسيم ما بده مجلس وزراء نعم بس بده توافق بين وزراء مختلفين وبده تقريبا بكل مرة توقيع وزير المالية ومن هون كان إصرار الرئيس بري إلى انتزاع وزارة المالية حتى يكون عنده حق الفيته ولو تخاذلوا الباقون بكرة في موعد جديد لانتخاب رئيس الجمهورية كمان في موعد جديد لاستقناف الحوار بجلسة جديدة بين تيار المستقبل وحزب الله وفي حركة رئيس نبيه بري الأربعائية الأربعائية هل ممكن تصير عجيبة بكرة وهيك تتفدل الأمور مية بالمية لا ما في عجيب في عند الرئيس بري دايما جلسة حميمة مع حلفائه بيطلع منها كلام كلام الرئيس بري بيكون عادة كلام مهدئ للأعصاب وللأحوال بالحوار لا بتصور رحها الحوار ينتج شيء استثنائي يعني اعتبرنا الاستثنائي خطة البقاع طلعت خطة البقاع خطة جزئية لأنه قد ما طولنا فيها كل المرتكبين المهمين في البقاع راحوا عند صاحب نعم بس هلأ ما وقفين يرجعوا على الأقل هذا ما نجح هذا ما قاله الوزير أنه هذا المشنوق أنه ما رح يقدروا يرجعوا أنا بالأحوال الحالية نعم لا بأمن لا لمركز حدود نعم ولا لطرق شرعية ولا لطرق شرعية أنا لما بشوف جحافل فيتي وطالعة من سوريا نعم مع المدافع والدبابات والزراجمات الصواريخ وراجعة ما حدا بحط بمحضر إنه صار في حركة بين سوريا ولبنان ما بأمن ما بأمن أبدا وبالنسبة لجلسة الانتخاب الرئيس التسعة تعاش رح كون مثل ما نكون كل مرة أقل من مرة لأنه فعلا أصبحوا نواب حتى اللي هن متحمسين عم بيجوا بعدا عم بيجوا بس عم بيقل عددهم بهال موضوع ممكن وصلنا لختام حديثنا شيء معك مع علي الوزير مروح نحن أهلا وسهلا نحن ضل دايما معك بهالحديث شغلة واحدة ما منكو ما رح نروح نشنجل حسن نصر الله في حروبه بسوريا والعراق واليمن شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا فيك شكرا أيضا للمشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدين على المتابعة